حصيلة إيجابية وأفاق وعيدة هكذا عنوانت مجلة الجيش أول افتتاحية لها في عددها الأخير افتتاحية صلطة الضوء على أهم الإنجازات المحققة سنة 2022 البداية عرجت فيها الافتتاحية إلى مختلف التشريعات والقوانين التي توجهت سلطة العليا لسنها بغية التنظيم وأخلاقة الحياة السياسية وإشراك الشباب والقوى الحية في تطوير المجتمع وفي الصعيد الاقتصادي أبرزت الافتتاحية الإصلاحات العميقة التي قادتها الجزائر لإنعاش الاقتصاد الوطني وعلى رأسها مرجعة قانون الاستثمار ومنح تسهيلات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية ودعم المؤسسة النشئة ممن عكس الأداء على الاقتصاد الجزائري إيجابيا ليتتجاوز قيمة الصادرات خالج المحروقات 6 مليار دولار خلال 11 شهرا لسان حال المؤسسة العسكرية تحدثت عن توجه الجزائر للاستثمار في إنجاز المشاريع الإقليمية الإفريقية إضافة إلى العمال على تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستحداث منحة البطالة لفائدة الشباب ورفع الأجور ومواصلة برنامج السكن بمختلف صياغه أما على الصعيد الدبلوماسي فأكدت الافتتاحية أن الجزائر شهدت نشاطا دبلوماسيا كبيرا من خلال المشاركة الفعالة للجزائر في مختلف المحفل الدولية ليكون للمو الشمل العربي أهم حدث لسنة 2022 بمناسبة عقد القمة الواحد وثلاثين لجماعات الدول العربية بالجزائر التي تمخضت عنها قرارات هامة وفي مجال الدفاع وتحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون وصل الجيش الوطني الشعبي عصر نتا قوته لتؤكد افتتاحية مجالة الجيش أن استعرض ستينية الاستقلال كشف التطور الذي بلغه حصيلة إيجابية قامت بها دولة الجزائرية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي عمل على اتخاذ إجراءات شجعة عادت بالنفع على المواطني والوطني ككل موسيقى